ظهور سد يأجوج ومأجوج اليوم من علامات الساعة الكبرى التي ظهرت أمام آلاف المسلمين وأنتم غافلون عنها ولكن فضلا وليس أمرا إدعمون بإعجاب لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذا المقطع ولنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو حتى يستفيد الجميع السلام عليكم يمكن القول بأن قصة دي القرنين مع يأجوج ومأجوج من عجائب ما حدثتنا به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عن حديث فريدة لها خصائص لا توجد في غيرها من الحوادث أبرسها أمنها بدأت في عهدهم وما زالت حاضرة في أيامنا الحالية وأن ظهورها علامة من علامات الساعة الكبرى سنتعرف عليها الآن وسنتعرف على مكان سد يأجوج ومأجوج وهل خرج الآن أم ماذا؟ سنتعرف الآن على مكان سد يأجوج ومأجوج ولكن دعونا نعرف من هو دي القرنين من أعظم القصص التي ذكرت في القرآن الكريم هي قصة دي القرنين في صورة الكهف والتي تبدأ قصتها من الآية 83 إلى الآية 98 وهذا شخص اسمه دي القرنين الذي عرف بأنه ملك عادل وهو الذي بل السد على يأجوج ومأجوج ليدفع به الأذى الذي كان يأتي منهم وقد عرف عند البعض كشخصية أسطورية وقيل أنه كان له من المستشارين من كل العلوم الهندسية والطبية والعسكرية والاشتماعية وغيرها فأخذ يطوف بجيشه في الأرض لإقامة العدل فتوجه إلى الغرب فوجد الشمس تغرب كأنها تنطفئ وتشعل وقيل أنه رآها تغرب في منطقة حم بركانية ورأى في تلك المنطقة أناسا يظلمون الضعفة ويصرقون ويفعلون المنكرات فخيره جيشه بين أن يعذب الظالمين ويأخذ بيد الضعيف أو يحسن للجميع ويرضيهم فكان رأيه أن يكافئ المحسن على إحسنه ويعاقب المسيء على إساءته بعد أن حكم ذو القرنين في أهل الغرب وأصلح أحوالهم تركهم قاثدا حتى يذهب إلى قوم آخرين يدعوهم إلى الله تعالى ويحكم فيهم بشرع الله فتوجه إلى أقصى شرق الأرض فوجد فيها قوما يسكنون أرضا مفتوحة لا شجر فيها ولا جبل ولا يجدون ما يستطرون به من حر الشمس ولهيبها فدعوهم إلى الله تعالى فصخر لهم المعارف والعلوم فبني لهم المساكن ثم تركهم بعد أن تحسنت أحوالهم وصلحت أمورهم وذهب ليكمل دعوته إلى الله فشكوا له هذا القوم الذي يتكلم بلغة غريبة أن هناك قوما جبابرة ينشرون في الأرض الفساد ولا يتركون قبيلة من دون أدا ووصفوا له بأن أستاذهم كبيرة ووجوههم عريضة مستديرة عيونهم صغيرة كبيرا يصعب تسلقه واختراقه ولعل سبب في نجاح البناء يعود إلى فتنة ذي القرنين إذ أدرك خطر فسادي جوج وماجوج وأحسن اختيار مواد البناء والمواد المستخدمة في البناء فلم يبني السد من الحجارة أو الطين المعارض للهدم وإنما أمر العمال بإحضار قطع الحريد ولوازم البناء وبدأ يبني السد حتى جعل جانبي الجبلين متسويين في الارتفاع وبعد ذلك أمر العمال بأن ينفخ الكيرة في قطع الحريد الموجودة بين الصدفين وعندما أصبحت النار مشعلة قال لعماله أحضر النحاس المداب وذلك من أجل وضعه في التجاوي التي تخلف القطع الحريدية وبالتالي يصبح السد محكم الإغلاق وقويا وصلبا حاول يأجوج ومأجوج محاولات بائسة حاول القفز فوق الرذم الذي صنعه ذو القرنين ثم حاولوا تقضي السد وتحطيمه من دون جدوى لم ينسب ذو القرنين الفضل لنفسه أو يتفخر بقوته بل رده إلى الله تعالى وهنا انتهى الخطاب القرآني في قصة ذو القرنين ولكن لم ينتهي أمر يأجوج ومأجوج بهذا السد المنيع فبكوا خلفه وإلى الآن هم يتناسلون ويكتترون ويحاولون الخروج وذكر في الآطار أنهم في كل مرة يحفرون فيها تقبا يقولون سنكمل في الغب ثم يؤتون وإذا بالتقب الذي حفروه بالأمس قد أغلق إلى أن يأتي شخص منهم يحفر فيقول سأكمل بالغد بإذن الله فيأتي فيرى التقب مكانه لم يختفي ثم يكمل كل يوم كل يوم حتى يكمل من حفر السد بالكامل إلى أن يخرجوا من السد فينتشرون في الأرض وفي الدنيا ولكي يعرف الناس خطرهم ننظر إلى حالهم سيخرجون بعد أن يكون عيسى عليه السلام قد نزل فينتشرون في الأرض ويقتلون ويخربون كل من حولهم ويخلصون الطعام الموجود في الدنيا من شدة الفجع ولا يتركون أحدا من البشر إلا وقتلوه أو أن يتبع دينهم فيسير باتجاه الشام فيأمر عيسى عليه السلام ومن معه بأن يسكن جبال فلسطين هلاك يأجوج وماجوج وفي أثناء ذلك يتقدم يأجوج وماجوج إلى الشم ويمرون على بحيرة طبارية ومن كثرتهم يمر أول جنديا من الجيش بالبحيرة فيشربوا منها فإذا مر آخرهم لم يجد إلا الطين المبلول فيقول قد كان هناك ماء ثم يدخلون ويرمون رماحهم حتى يكون عندهم رأس التور خيرا من ألف دينار فيرفعون أكفاههم بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى بأن ينجيهم من هذا البلاء فيرسل الله تعالى على يأجوج ومأجوج النغط فيرسل الله لهم طيورا دخمة أعناقها كأسنمة البخت المائلة أي أعناقها كأعناق الجمال فتأخذ ججتهم إلى مكان بعيد ثم يرسل الله عليهم مطرا لا يتع موطعا إلا ودخلا فتصبح الأرض كالمرئة من نظافتها ويعم الخير في الدنيا وتخرج الأرض خيراتها حتى لا يبقى فيها فقيلا أو محتاجا ويتقسم الرجال الفاكهة من دخامتها وتستمر بها الحياة حتى تأتي العلامات الكبرى الأخرى ونختتم القصة ببيان أن فتنة يأجوج ومأجوج وجودهم في الدنيا فيه رحمة وكرم من الله تعالى ليدخل الناس إلى نعيم جنة أين هو موقع سد يأجوج ومأجوج كما أخبرتنا عنه السعودية تباينت الآراء حول موقع سد يأجوج ومأجوج فلا أحد يجزم بموقع هذا السد وأورد معظم المفسرين أمثل القرطبي والطبري عن ابن عباس أنه قال سد ذو القرنين يقع في تركيا ولكن ذكر الكثير من علماء الدين في السعودية أن مكان سد يأجوج ومأجوج المقرب هو وراء الصين شكرا لكم على متابعة الفيديو لا تنسوا الإعجاب به ومشاركته والاشتراك بالقناة ولا تنسوا مشاركة الفيديو حتى يستفيد الجميع ويعم الخير على الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة